يبدو أن إيران أوكلت مهمة التنسيق بين فصائل الميليشيات في العراق بعد مقتل قاسم سليماني إلى زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله فسارعت عبر قائد فيلق القدس الجديد العميد إسماعيل قآني إلى إرسال إشارات لحسن نصر الله لجمع شتات قادة الميليشيات وبحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني فإن اتفاقا بين قادة الميليشيات الموالية لإيران تم بعد أن طلبت إيران من نصر الله ترتيب أوضاع الميليشيات وإخماد التوترات والخلافات وعقب هذا الاجتماع توجه معظم قادة تلك الميليشيات إلى طهران ومن ثم إلى مدينة قم حيث التقوا مقتدى الصدر واثنين من مساعديه العسكريين أبرز المشاركين في الاجتماع كانوا من زعماء ميليشيا العصائب وحزب الله وكتائب جند الإمام وغيرهم وفي نفس الوقت توجه إلى طهران العديد من السياسيين وقادة الفصائل المسلحة الأخرى من بينهم هادي العامري زعيم ميليشيا بدر مقتدى الصدر أعلن بعد اجتماعه بقيادات بالحرس الثوري الإيراني وقادة الميليشيات الإيرانية أنه قرر الاعتصام في ساحة التحرير في بغداد مع الفصائل المسلحة وهو ما يعني الالتفاف على ثورة تشرين في العراق وإنهاء التظاهرات السلمية واستبدالها بتظاهرات لصالح إيران وأظهر بيان مسرب صادر عن محافظة البصرة دعوة نائب المحافظ محمد طاهر التميمي إلى شركة نفط البصرة لتوفير ثلاثين حافلة لنقل أشخاص للتظاهرة التي دعا لها مقتدى الصدر النشطاء أكدوا على مواقع التواصل الاجتماعي أن البيان يؤكد لانحياز الحكومي فبينما تقمع الحكومة المتظاهرين المشاركين في ثورة تشرين تقوم بنقل المشاركين في تظاهرة دعت إليها أطراف سياسية خدمة للأجندة الإيرانية المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد جددوا تمسكهم بمطلب إسقاط النظام فيما حذر ناشطون من الأسباب الحقيقية التي تقف خلف دعوة الصدر للتظاهرة المقررة يوم الجمعة ونقلت مصادر صحفية عن ناشطين في تظاهرات الثورة إن الجهات المعترضة على الوجود الأمريكي بمقدورها أن تتقدم بشكوى بدلا من خلط الأوراق وظهور أصوات تدعو لإخراج المتظاهرين من ساحة التحرير ورأى الناشطون أن التظاهرات المنددة بالوجود الأمريكي ستكون استعراضا لقوى أمنية وسياسية مؤكدين رفضهم دعوة مقتدى الصدر التي أطلقها من مقر إقامته في إيران ترجمة نانسي قنقر